بالقصر الرئاسي بيلي بروفيل ترأس الملك محمد السادس والرئيس الجابوني علي بونغو أندينبا حفلة تقديم التعاون المغربي الجابوني في مشاري التنمية البشرية خصوصا تقاسم الخبرات بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري للجابون في كلمة له بالمناسبة أكد وزير الداخلية المغربية أن التنمية والاستثمار البشري عدان وارشان استراتيجيان بالنسبة للمغرب والجابون حيث يشكل تقاسم التجارب في هذا المجال تجسيدا لتعاون تضامني يعود بالنفع على البلدين محمد حصاد أوضح أنه تنفيذا لتعليمة الملك محمد السادس والرئيس الجابوني وفي إطار هذا التعاون تم تعبئة فريق مشترك من المغرب والجابون من أجل وضع مخاطط عمل فيما يخص التنمية والاستثمار البشري انطلاقا من التجارب التي تمت في كلا البلدين والمتمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري للجابون وفيما يخص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قال حصاد إن هذه المبادرة بلغت مرحلة من النج فيما يتعلق بتسييرها وما يتصل بتنفيذ مشاريعها وتقييمها موضحا أنه خلال عشر سنوات استفاد أزيد من 9.7 مليون شخص من هذه المبادرة منهم 50% في العالم القروي وتم إنجاز 38340 مشروعا من بينها 20% من الأنشطة المدرة للدخل وفي كلمة له أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الجابوني أن نجاح استراتيجية الاستثمار البشري التي أطلقها الجابون في أبريل 2014 راهين بالاستفادة من الخبرة المغربية في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه المناسبة ترأس الملك محمد السادس والرئيس الجابوني علي بونغو أندينبا حفل التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم الاتفاقيتان الأولى والثانية على التوالي التعاون في مجال تكافر بالأطفال التوحديين وذوي التثلوت الصبغية وإحداث وحدات طبية خاصة بمرض القصور الكلوي أما الاتفاقية الثالثة فتهم مذكرة تفاهم في مجال الصناحة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاتفاقية الرابعة تتعلق ببروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة المغربية لتعاون الدولي من جهة ووزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني بجمهورية الجابون من جهة ثانية